ضمن نشاطات أسبوع القدس العالمي عقد القسم المهني بهيئة علماء المسلمين ندوة تحت عنوان القدس وفلسطين في عيون العراقيين وجاءت هذه الندوة تحت عنوان القدس وفلسطين في عيون العراقيين ويشارك فيها كل من الدكتور مثنى الضاري مسؤول القسم السياسي في الهيئة والأستاذ حامد الخزرجي عضو مجلس شورى الهيئة وتناولت الندوة في محورها الأول القدس وفلسطين في عيون هيئة علماء المسلمين لعضو مجلس شورى الهيئة حامد الخزرجي مبينا مواقف الهيئة واهتمامها بأرض الإسراء والمعراج فلسطين الحبيبة نلحظ اهتماما واضحا من الهيئة ورموزها بقضايا الأمة العربية والإسلامية وما تتعرض له من تطورات ومستجدات نتيجة الضغوط التي تتعرض لها أمتنا من بين تلك البلدان التي نالت اهتماما كبيرا وملحوظا من قبل الهيئة هو ذلكم البلد الذي يحوي أرض الإسراء والمعراج وفيه المسجد الأقصى المبارك الذي كان قبلة المسلمين الأولى في صلاتهم البلد هو فلسطين الحبيبة أما المحور الثاني فكان بعنوان جهود العراقيين في الدفاع عن القدس وفلسطين للدكتور مثنى الضاري مسؤول القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين مستعرضا العلاقة الخاصة بين العراق وفلسطين ولجان الدفاع عن الأقصى والقدس والجهود الجماعية التي تمثل ألوان الطيف العراقي لنصرة القدس والأقصى هذه الورقة هي بعنوان جهود العراقيين في الدفاع عن القدس وفلسطين وهي معنية ببيان ما قام به العراقيون منذ بداية القضية الفلسطينية أو الأزمة الفلسطينية وحتى اللحظة على مدى قرن تقريبا من الزمان وهذه الجهود متنوعة وكثيرة جدا وكثرتها تنبع من العلاقة الخاصة بين العراق وفلسطين واهتمام العراقيين كغيرهم من المسلمين والعرب ولكن نستطيع أن أقول بأنه كانت هناك عناية خاصة من العراقيين بهذا الموضوع لأمور وأسباب عدة لا يتسع المجال لذكرها فهي تتعلق بتاريخ والفكر والعقيدة والجغرافيا وما إلى ذلك قصة تفرغ الشيخ الزهاوي بشكل شبه كامل لموضوع فلسطين قصة طريفة ومؤلمة في الوقت نفسه قصة تقول أن الشيخ الزهاوي حضر المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في ساحة المسجد الأقصى في 27 رجب لاحظ أيضا في رجب فإذا موضوع سبوع القدس وفي رجب له دلالاته متى كان هذا؟ كان في عام 1952 للنظر في قضية فلسطين وشؤون إسلامية أخرى وكانت داعي للمؤتمر أحد علماء مصر الشيخ محمد عبداللطيف دراز رئيس جبهة الكفاح لتحرير الشعوب الإسلامية هذه الجمعية كانت في مصر فدعا باسم الجمعية الاجتماع كبير في القدس مؤتمر شعبي بعيدا عن السياسات والدول والزعامات وما إلى ذلك دعا فيه الجمعيات الإسلامية وعلماء الأمة ومفكريها ومثقفيها لحضور القدس حضر الشيخ الزهاوي صفته رئيسا لجمعية إنقاذ فلسطين في العراق التي تشكلت في ذلك الوقت جمعية إنقاذ فلسطين وكان نائبه فيها الشيخ الصوف الذي يسمى في وقتها بسكرتير الجمعية حضروا إلى القدس فوجدوا أن الداعين إلى المؤتمر التخلفوا عن الحضور لم يقتصر دور هيئة علماء المسلمين على متابعة القضية العراقية وتداعيات احتلال العراق بل الاهتمام بقضايا العرب والمسلمين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمها بكل الوسائل وفي كل المحافل العربية والدولية ورحم الله الشيخ حارث الضاري بقوله القدس في قلوبنا وجوارحنا وأن قضية القدس ما تزال حية ومن هذا المنطلق فليس بمستغرب على الهيئة أن جعلت من القضية الفلسطينية أهم القضايا وساندتها ووقفت بحزم للدفاع عنها ودعمها بما تستطيع اشتركوا في القناة